شنت هجمات مكثفة بعشرات الصواريخ من أنواع مختلفة والطائرات المسيرة المتفجرة على مواقع البنية التحتية وذلك للطاقة في أوكرانيا وضفت أوكرانيا أن الهجمات الصاروخية تسببت في إسقاط صاروخين روسيين المجال الجوي لمولدوفا ورومانيا وهو منفته بوغارست يوما بعد يوم تتطور ملامح التصعيد الميداني المستمر بين روسيا وأوكرانيا ففي ظل حشد كلا الطرفين مختلفة لإمكانات العسكرية التي يرى أنها ضرورية لتحقيق النصر شنت روسيا هجمات مكثفة بعشرات الصواريخ من الأمواع المختلفة والطائرات المسيرة المتفجرة على مواقع البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وفق ما أعلنته كييف أوكرانيا قالت أيضا أن الهجمات الروسية تسببت في عبور صاروخين المجال الجوي لمولدوفا ورومانيا حيث ندلت الأولى بما قالت أنه انتهاك روسي غير مقبول للمجال الجوي المولدوفي فيما نفت رومانيا الدولة العضو في حلف النيتو انتهاك الصواريخ الروسية مجالها الجوي غير أنها أشارت إلى رصد صاروخين عبر على مسافة 35 كم من أراضيها مما استدعى إرسال طائرتين تابعتين لسلاح الجو لمراقبة الوضع الرئيس الأوكراني بروديمير زيلينيسكي بدوره اعتبر أن الصواريخ الروسية تمثل تحديا من روسيا لحلف النيتو وذلك في أعقاب عودة زيلينيسكي من جولة أوروبية زار خلالها لندن وباريس وبروكسيل لحث حلفائه الأوروبيين على إمداده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة ميدانيا أيضا واصلت كييف تحذيراتها المستمرة منذ عدة أيام من هجوم ضخم يعد له الجيش الروسي الذي يشدد من ضغطه العسكري على خط الجبهة في الشرق حيث تتقدم قواته بشكل بطيء في مناطق بخموت وفوليدار وبينما تعهدت دول غربية عدة بدعم أوكرانيا بدبابات قتالية ثقيلة رجحت مسؤولة دفاعية أمريكية فقدان روسيا نصف مخزون دباباتها القتالية الرئيسية في القتال أو من خلال استلاء القوات الأوكرانية عليها وهي تصريحات تستهدف على الأرجح استفزاز الروس للإلقاء بمزيد من العتاد والجنود في ساحة المعركة بما قد يكبدها المزيد من الخسائر في الصراع مستقبلها أبدى رئيس وزراء سلوباكيا إدوارد هيجر استعداد بلاده لبدء محادثات بشأن توريد طائرات ميج 29 إلى أوكرانيا وأوضح رئيس وزراء سلوباكيا أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعوض بلاده عن هذه الطائرات مشيرا إلى أن حكومته تتفاوض بالفعل مع الفريق القانوني فيما يتعلق بإمكانية نقل هذه الطائرات المقاتلة يتوجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى بلجيكا هذا الأسبوع للمشاركة في مجموعة الاتصال الدفاعي بشأن أوكرانيا واجتماع وزراء دفاع ناتو المقرر انعقاده خلال يومي الرابع عشر والخامس عشر من فبراير الجاري وذلك في مقار ناتو وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذا هو الاجتماع التاسع لمجموعة الاتصال الدفاعي الأوكرانية موزو تشكيلها في إبريل الماضي لمناقشة موصلة دعم كييف لمواجهة العملية العسكرية الروسية اقترحت مجموعة الدولي الغربية دعمة لأوكرانيا قرارا لاعتمده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف إلى التوصل إلى سلام يضمن سيدة واستقلال ووحدته وسلمة أراضي أوكرانيا كما يضع مشروع القرار روسيا إلى صحب جميع قواتها العسكرية وبشكل فوري وكامل وغير مشروط من حدود أوكرانيا موسيقى 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 اشتركوا في القناة